زقورة أور أو مشروع الفساد المخفي كما يسميه أهالي محافظة ذيقار وجه من أوجه الفساد الحكومي وهدر المال العام في العراق منذ وضع حجر الأساس لمشروع مبنى ديوان محافظة ذيقار عام 2006 والمشروع متوقف ينخره الإهمال والتجادبات السياسية ورغم تولي عدد من المحافظين إدارة محافظة ذيقار إلا أن المشروع لم يتم إنجازه رغم صرف أكثر من 13 مليار دينار على المبنى وتولي ثلاث شركات مهمة إنجازه وعلى ضوء تلك الحقائق يطالب أهالي ذيقار اليوم بتحويل مبنى زقورة أور إلى مشروع مفيد للسكان بعد محاسبة المقصرين بتأخر إكمال المبنى هذه البنائة من خلال هم يريدون نسونا محافظة من خلال أن نحن نقدر هذه البنائة نحولها إلى مستشفى طوارئ إذا في حالة إذا قبلوا أو نقدر نسويها فندق خمس نجوم لأنتم تدرون عندنا الزقورة ومناطق أثرية ووفود سياحية جاءت جينا من الخارج نقترح بأن يتم تحويل هذا المكان إلى أن يكون متحف ذيقار الأثر النموذجي والذي سوف يكون ذات مردود اقتصاد المحافظة ويكون هناك فرص للعاطلين على العمل في المحافظة ورغم مضي أكثر من خمسة عشر عاما على توقف المشروع إلا أن محافظ ذيقار الحالي أحمد الخفاجي يقول إن المشروع متوقف بسبب دعوة رفعتها الشركة المنفذة للمشروع تتهم فيها المتظاهرين بعرقلة إكماله في أيام التظاهرات التي انطلقت قبل سنتين سبب التوقف أن الشركة المنفذة للعمل تدعي أن البناء تعرضت إلى عمليات تخريب وحرق أثناء التظاهرات التي شهدتها المحافظة خلال سنتين الماضيتين هناك دعوة مرفوعة لدى المحاكم بشأن التعويض التي تطلبه الشركة ولا يجال الأمر معلق لدى الانجهات القضائية